وينضم إلي الآن من بيروت مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية للبلدان العربية أهلا وسهلا فيك مصطفى وشكرا حضورك اليوم يعني هذه الأرقام إذا نظرنا إليها وشفنا أنه الأرقام عم تضاعف أو التقديرات عم تضاعف بحسب تقديرات سابقة هذا بيخلي كثير في عنا جرس انذار كبير وملح أديش عظمة المشكلة فعليا على الأرض وقع الأمر أنه التقرير إجاء ليقول أنه هناك تحسن جرى خلال العام الماضي ولكن كان عن توقعات أنه سوق العمل بالعالم أن يتعافى أسرع تبين أنه لا وأنه هناك لا يزال الكثير من التحديات التي تواجه سوق العمل بالعالم والذي يتطلب جراءات سريعة من قبل الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال من أجل الإعادة إعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو المستدام وإلى تحقيق العمل بالتالي التقرير يقول أنه الوضع صعب ولكن ليس مستحيلا هناك خطوات حصلت ولكن طبعا عدم اليقيد ناتج عنه حتى اللحظة لم يجب احتواء فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة حتى الآن هناك قطاعات كثيرة تأثرت ولا تزال تتأثرت بسبب الإغلاقات والإجراءات الناجمة عنه مضاف لإلها هو تعمق الاختلالات بسوق العمل اللي هي سابقة لأزم اليقين بالضبط يعني هو المشكلة مشكلة مشكلة كورونا يمكنها لتغيرت تغيرت الدنيا تغير نمط معيشة الناس تغير نمط العمل نعرف كتير منيح طبعا بأنه الميلانيالز أو جينيريشن زي بيفضلوا ما يرتبطوا بالعمل بساعات عمل معينة بمكان عمل معين وبالتالي صار فيه توجه أكتر للعمل المؤقت أو الجيجي ايكونامي مثل ما بيقول هل هذا الشيء إيجابي أم سلبي خلينا أقولك أنه لازم نميز بالتأكيد الجيجي ايكونامي هو مش هو أحد أشكال العمل المؤقت وهو شيء بيختلف عن علاقات العمل المرنة أو العمل عن بعد اللي حصل مع كورونا أنه سرعت من التحولات باتجاه أنماط عمل جديدة وبالأخص العمل عن بعد والتاليورك ورقمنت السوق العمل يعني في قطاعات كثيرة سرعت من تحول عمله إلى عمل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والزكاة الاصطناعي والعمل عن بعد هذا أدى إلى هذه السرعة بتبني أنماط جديدة بعلاقات العمل أيضا أدى إلى خلال كبير في كتير فئات واسعة من القوى العاملة لا تمتلك المهارات اللازمة للدخول بهذا النوع من علاقات العمل أيضا هناك نقص حتى الآن بمدى قدرة فئات كبيرة من العمال والعملات من امتلاك مهارات التعامل مع التكنولوجيا وحتى من توفر الانترنت بشكل دائم وبالسرعة اللازمة وبالتالي في صعوبات ولكن الكورونا أجد سرع من هذه العملية وهذا أيضا له انعكاسات سلبية مثل ما يعني له انعكاسات إيجابية ولكن بالتأكيد تراكم القضايا فوق بعضه أدى إلى قصور بالطلب على اليد العاملة كما جاء في التقرير أيضا أدى إلى خروج كتل كبير من الناس وخاصة اللي بيشتغلوا بعلاقات عمل بالاقتصاد غير النظامي غير المصرح عنهم مؤسسات فردية واللي بيشتغلوا على حسابهم اللي تضرروا بشكل واسع وأشار تقرير أنه في عنا فئات كبيرة وبالأخص النساء العاملات اللي ما زلنا يعني يتحمل معبء أساسي برعاية الأسرة كانوا من أكثر الفئات لكن هذه بالنسبة للمشاكل طبعا والتي أيضا تتضمن بأنه فئات الدخل المختلفة بتتأثر بشكل مختلف وما إلى ذلك الآن هل يتطرق التقرير لأي حلول أي إمكانية أي مساعدة هل تقوم كل منطقة أو كل بلد بالتعامل مع أزمتها بشكل منفرد أم هل هناك من خلال المنظمة الدولية منظمة العمل الدولية توجيهات ومساعدات للدول بشكل عام يعني شكرا على السؤال بالتأكيد التقرير يصلت الضوء على مطرحات المنظمة اللي تقوم على مبادئها على معايير العمل الدولي لكيفية الخروج من هذه الأزمة نحن عم نحكي عن المنظمة صار عمرها 103 سنوات مع هالسنة وبالتالي مرأ العديد من الأزمات على الاقتصاد العالمي اللي اتعاملت مع المنظمة المنظمة اجت قالت انه للخروج من هذه الأزمة يجب أولا العمل على يعني تعافي محوره الإنسان تعافي محوره الإنسان وهذا كان محل نقاش وصدر دعوة عالمية من أجل العمل لتعافي محوره الإنسان السن الماضي لمؤتمر العمل الدولي اللي بيأكد على أربع مرتكزات أساسية المساعدة على خروج الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة واحد هو العمل على السياسات المكروه الإقتصادية من أجل تنمية مستدامة محورها الإنسان ثانيا التوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ثالثا والصحة والسلام المهنية الحماية الاجتماعية والصحة والسلام المهنية ثالثا الحوار الاجتماعي وهذا أساسي للمساعدة على التوصل إلى سياسات يعني تحوز على إجماع كل الفئات الاجتماعية ورابعا هي حماية جميع العملين توفير الحماية سواء الحماية للأجر أو الحماية بأشكالها المختلفة المنظمة آلة هذه الأربع عناصر هي أساسية للخروج من هذه الأزمة ومن مواجهة الانعكاسات السلبي للوباء ومعالجة الثغرات البنيوية المتأصلة في بنية الاقتصاد العالم مصطفى السعيد شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم نتمنى لكم التوفيق بلفات ذقيلة لا شك يعطيكم العافية